اشتركوا في القناة وتنقسم الى ثلاث اقسام مهمين جدا في المنام يعني مثلا في نظر اه او نظرة فرح واعجاب وفي نظرة اعتاب ولوم وفي ايضا نظرة حقد وقراهية وحسن والثلاث انواع دولة من النظرات ليهم تفسيرات مهمة جدا للرائي او للناس المحيطين بالرائي بمعنى ان مثلا نظرة الكره بتختلف عن نظرة الفرح بتختلف عن نظرة الحسن كل حاجة بيكون لها تفسير معين للشخص اللي بيشوف الرائي هنتعرف اخواني العزاء عن تفسير رؤية النظر في المنام وماذا تعني للفتاة العزباء وللمرأة متسوجة والمرأة المطلقة وهل ان هي تدل على خير النظرة دية ولا تدل على امور معينة في حياة الرائي هنتعرف على كل ده بالتفصيل ولكن قبل ما اخشف تفاصيل الفيديو احب ان لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الشعرات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار اول حاجة يا اخواني العزاء تفسير رؤية النظرة عموما النظرة شيء كويس في المنام خاصة لو كانت مسلا من شخص محبوب لنا شخص كويس لنا يعني احنا بنعزه بنقدره بنحترمه بنحبه دي بتبقى حاجة كويسة جدا طيب ان الشخص ده مسلا بيننظر لنا نظرة كويسة نظرة مفرحة آآ سعيد بالنظرة بتاعته ديت فدي رسالة مهمة جدا للرائي الى خير والى فرح ان شاء الله طيب لما نشوف ان في شخص مسلا بينظر لنا نظرة حقد وقراهية يبقى لازم نخلي بالنا لازم ناخد حزارنا في الموضوع ده ربما ان في حد ما بيحبش الخير لنا واحنا ما نعرفهوش ربما ان الشخص ده يكون قريب مننا جدا ربما ان الشخص ده يكون من الاصدقاء من الاقارب فطبعا لازم ناخد حزار منه وفي بعض الاحيان اخوان العزاء التفكير بتاعنا او الفكرة السيئة بتاعتنا اللي نبقى واخدينها عن شخص معين هي اللي بتتحكم في رؤيتك يعني انت واخد فكرة سيئة عن شخص فبالتالي هتشوفوا ان هو مثلا في الرؤية سيئ او ان هو في الرؤية مثلا بينظرنك نظرة مش كويسة او ان هو بيلومك او بيعطبك على التفكير بتاعك ده فلازم نخلي بدنا ونعرف الناس ونفرق بين الناس اللي بتكرهنا والناس اللي بتعزينا والناس اللي هي مثلا ممكن تعزينا نرجع اخوان العزاء لموضوع الفيديو وهي النظر في المنام او النظرة في المنام اول حاجة النظرة للمرأة المتزوجة ماذا تعني النظرة للمرأة المتزوجة زي ما قلنا في بداية الفيديو النظرة ثلاث اقسام لو المرأة المتزوجة رأيت ان في حد بينظر لها مثلا او في ناس بتنظر لها نظرة اعجاب نظرة يعني سعادة دي بشارة لها ان في حاجة هتتغير للافضل ان شاء الله طيب المرأة دي رأيت ان في ناس بتنظر لها نظرة حقب اشارة الى وجود حسد او امر من الامور اللي هي لازم تاخد بالها من الحاجات دي طيب لرأيت ان في شخص بينظر لها او مرأة بتنظر لها نظرة غادرة وخيانة برضو تخلي بالها في حياتها شوية وتفكر وتشوف ايه الجديد عندها ممكن ان الناس اللي هي بتشوفهم في المنام بينظر لها نظرة خيانة دولا بيكونوا بيمكروا ليها والله قالوا وعالم فهنا النظرة على حسب ما بتشوفها في المنام طيب ماذا تعني رؤية النظرة في المنام للفتاة العزباء الفتاة العزباء ممكن تشوف ان في شخص متوفي بينظر لها مسلا اه نظرة فراح واعجاب مسلا فرح واعجاب هنا رسالة لها الى تحقيق اهداف وتحقيق طموحات وربما ان هي مسلا مقبلة على وظيفة او حاجة كويسة في حياتها ان شاء الله هتحققها وهتوصل الى هدفها طيب الفتاة العزباء لو رأيت ان في حد بيبص لها بصها مش كويسة تخلي بالها في الناس المحطين بها تخلي بالها من اصدقائها تخلي بالها ان مسلا ممكن حد يأزيها في الفترة القادمة آآ بطريقة او باخرى يعني كمان اخوانا عزائد نظرة للمرأة المطلقة زيها زي الفتاة العزباء بالزبط لو مسلا الناس بتبص لها نظرة عجاب وتفوق دي حاجة كويسة ربما هي مسلا بتتفوق في حاجة معينة ربما ان هي مقبلة على شيء مفرح ان شاء الله الله اعلى واعلم ولكن النظرة الكويسة بتدل على امور كويسة هتحصل آآ النظرة اللي فيها اخيانة تخلي بالها من الناس اللي حواليها وتخلي بالها مسلا آآ وترك شوية وتقرب لربنا وتحصل نفسها بالاسكار والدعاء عشان خاطر ما فيش حاجة تأذيها طيب لو فيه مسلا نظرة آآ نظرة حسد مسلا شخص بيحسدها ولا حاجة آآ تداوم على قراءة الاسكار وتداوم على قراءة الروقة الشرعية وان شاء الله يزور كل الهموم المشاكل بازن الله اتمنى اخوانا عزائد ان الفيديو يكون عجبكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة